اتكلم على اللي حصل النهاردة في منديال كاس العالم وحتكلم وحربطه بكرة القدم المصرية مفيش حد سعيد في العالم كله قد المصريين لان هناك حالة من السعادة بعد فوز المنتخب السعودي اللي احنا على الهوى بنسقف له الحقيقة رجال على قدوا عملهم على اكمل وجه الف الف مبروك لكل اشققنا وكل اصدقائنا في المنتخب السعودي الحقيقة يعني انتوا كده هتخلونا نفكر في كاس العالم هتخلونا نفكر ان احنا طبعا هنفضل نشجع المنتخب السعودي اتغلب من الارجنتين كسب الارجنتين هنفضل نشجع المنتخب السعودي وكل المنتخبات العربية بالمناسبة ولكن المنتخب السعودي حالة خاصة لانه السعودية ومصر تحس ان احنا بلد واحد في كل شيء في كل القرارات سياسيا ورياضيا وكل حاجة علشان كده بالنسبة لنا النهاردة منتهى السعادة اللي في الدنيا واحنا بنشوف المنتخب السعودي بيكسب ليونيل ميسي بيكسب كل اللاعبين اللي موجودين في الارجنتين كلنا كنا مبسوطين كلنا كنا تحس ان مصر كسبت يعني انا مصر مش موجودة في كاس العالم انا بشجع المنتخب السعودي وبشجع المنتخب التونسي هتكلم عن المنتخب التونسي ولكن النهاردة المنتخب السعودي عمل انجاز كبير جدا جدا يستحق التسقيف ويستحق التهنئة وعندهم اتحاد كورة عندهم اتحاد كورة قدر يجيب مدير فني على اعلى مستوى عندهم اتحاد كورة يملك من الشجاعة ان هو يطلع بعد كاس العالم 2018 وانا كنت شاهد على هذا الامر ان يطلع المسؤولين في ذلك الوقت يقولوا احنا بنوعيدكم ان احنا في 2022 هيكون عندنا منتخب قوي بالفعل السعودية المنتخب السعودي منتخب قوي منتخب قوي بمدربه منتخب قوي قبل ما يكون بمدربه بتخطيط الاتحاد السعودي لكورة القدم في السعودية عشان بس محدش يجي يقول لي ايه اصل السعودية مثلا اصل مصر احنا عندنا خمس محترفين فده بيقلل من الكواليتي بتاع اللاعب المصري عارفين السعودية فيها كم محترف؟ في كل فريق من حقه تمن لاعبين محترفين تمانية تمن لاعبين محترفين ومع ذلك هو ده شكل المنتخب السعودي لأن هناك تخطيط رائع لجنة حكام على أعلى مستوى جابوا أجانب يقدروا يديروا لجنة الحكام أي حد بيتكلم في المنظومة أي حد بيتكلم بيتم تطبيق ليحة الانضباط بمنتهى الشدة بمنتهى الشدة الهلال والأهلي الأهلي السعودي والتحجد والشباب والنصر والوحدة وكل الأندية السعودية أنا لعبت في السعودية شوية وبقول لحضراتكم أي حد بيتكلم غلط بيطبق عليه كل العقوبات لكن إحنا هنا اللي عايز يطلع يشتم بيشتم واللي عايز يطلع يتكلم يتكلم واللي عايز يقعد ساعتين ثلاثة يشتم ما عند حدش بيقول حد حاجة لا يتم العقاب من قبل ليحد أو من قبل اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم سايب الناس سايب كل واحد يطلع يقول اللي هو عايزه فمنتخب السعودي عندنا أو طبعا عندنا مش هابقى متدايق يعني وأنا بقول عندنا آه إحنا كلنا سعداء كمصريين بفوز المنتخب السعودي كلنا سعداء وإحنا كده كده وقفين في ظهر المنتخب السعودي ولكن حنقف في ظهره أكتر خلال المباريات القادمة عايزين المنتخب السعودي يصعد إلى الدور أنتوا طمعتونا أنتوا طمعتونا بالمناسبة ناس بتلعب رياضة ناس بتلعب رياضة بتلعب كرة قدم لكن إحنا عندنا هنا في مصر كرة القدم أو الرياضة في مصر أصبحت مكلمة كلام 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 فالحقيقة يعني كرة القدم شكراً لكل من ساهم في فوز المنتخب السعودي النهاردة شكراً للمنتخب السعودي كمدير فني ولاعبين وكل المنظومة اللي موجودة في السعودية أن أنتوا فرحتوا شوف كم واحد كم مليار عربي كانوا بيتفرجوا بيوساندي وبيوساندوا المنتخب السعودي النهاردة ولي العهد الحقيقة سموه الأمير محمد بن سلمان تفرجت له على قبل ما خش مع حضراتكم تفرجت له على قعدة مع المنتخب السعودي قبل ما يسافروا لقطر عارفين قال لهم إيه؟ قال لهم أنا عايزكم تروحوا تتبسطوا وتستمتعوا باللي بيحصل تتبسطوا وتستمتعوا إحنا يعني محدش متوقع أن إحنا هنكسب ولا هنتغلب ولا هنتعادل يعني الناس كلها بتقول إن إحنا هنتغلب شال من على كل اللاعبين الضغط اللي عليهم فالحقيقة ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي ألف مبروك لجلالة الملك ألف مبروك لسموه الأمير ولي العهد ألف مبروك لكل المسؤولين الحقيقة في المنتخب أو في كرة القدم السعودية هذا التخطيط الرائع هذا التخطيط الرائع اللي وصل للمنتخب السعودي إنه هو يكون ند أمام المنتخب الأرجنتيني اللي لكل الحقيقة كان مرشح المنتخب الرائع وإحنا عاديم بنتكلم بلح قولنا المنتخب الأرجنتيني هيكسب المنتخب السعودي كام ده الطبيعي بالمناسبة لما تيجي تتكلم عن المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني فارق كبير جدا في كل شيء لكن الإرادة السعودية قدرت أن هي تكسب المنتخب السعودي وبالتالي ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي يجب أن ينظر الاتحاد المصري لكرة القدم ماذا حدث مش عيب أبدا 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 مش عيب نحن ننظر إلى الشكل الاحترافي اللي ماشي بين الاتحاد كرة القدم السعودي عموما الكرة السعودية خلال هذه الفترة تمر بمرحلة رائعة نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق وشكرا للمنتخب السعودي الوحوش الحقيقة النهاردة ميسي عاد عمل كده النهاردة ميسي بيستخبى من لأن الناس كلها كانت بتشجع ميسي برضو خلي بالحضراتكم حتى السعوديين نفسهم كانوا بيشجعوا ميسي ولكن ما فعلوا المنتخب السعودي حاجة رائعة جدا 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 ألف 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 مبروك لمنتخبنا المنتخب السعودي وحاجة جميلة جدا وحاجة رائعة جدا ودايما هيفضل المنتخب السعودي خلال هذه الفترة خلاص احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم هنتكلم عن المنتخب السعودي كأنه المنتخب المصري هنتكلم عن المنتخب التونسي كأنه المنتخب المصري هنتكلم عن المنتخب المغربي كأنه المنتخب المصري هم دول اللي بيمثلوا العرب المتخب القطري ايضا نفس الكلام ففي الحقيقة انا مبسوط جدا وسعيد جدا بما يحدث لان هناك زي ما قلت لحضراتكم تخطيط واضح تخطيط انا اللي يفرق معايا لما جيب مدير فني زي هيرفي رينارد كان من المديرين الفنيين اللي معروضين ده بناءا على كلام ميدو النهاردة عمل تويتا كده قالك ان كان قالك ده نفسي ادرب المنتخب المصري ده على المدير الفني لمنتخب السعودي قاله ده نفسي ادرب المنتخب المصري حتى لو ببلاش ده في 2018 على ما اتذكر بناءا على كلام ميدو انا معرفش الحقيقة الكلام ده صحيح ولا لا ولكن الحقيقة ميدو في معظم الكلام بيبقى عنده دايما دلائله وبيبقى موجود وبيكلم في هذا الامر فلو تتذكروا حضراتكم ساعتها احنا ما جبناهوش وجبنا اجري تخيل اجري طبعا مدير فني قوي وكل حاجة ولكن في ذلك الوقت اللي كانوا مسؤولين في اتحاد كرة القدم قالوا لأ احنا هنجيب اجري معرفش ليه الحقيقة لكن في النهاية هيرفي رينارد واحد من المديرين الفنيين الكبار جدا عامل شكل للمنتخب السعودي الباكرايت تحيس نوعا باكرايت بحقه حقيقي الباكليفت تحيس نوعا باكليفت بيروح يعمل الاوفر كما قال الكتاب ويرجع يوقف صح بيه بيه